الدرس الثالث من الوحدة الثالثة سوف نتحدث عن العنصر الثالث من المكونات المادية للحاسب وهي وحدة التخزين الثانوية وحدة التخزين الثانوية Secondary Storage كما تشاهدون تتكون من مجموعة من الأجزاء أولاً القرص الصلب أو الهاردسك الفلاوبي ديسك أو القرص المرن الثالث القرص الليزري أو CD-ROM الرابع الفلاش ممري أو ذاكرة الفلاش وهنا نشير أن وحدة التخزين الثانوية تمتاز عن وحدة التخزين الرئيسية بسعة التخزين العالية وكل التكلفتها أولاً محرك الأقراص الصلبة القرص الصلب الهاردسك كما شاهدتم هو عبارة عن عدة أقراص معدنية أو بلاستيكية مقوة توضع فوق بعضها البعض ومغطاة بمادة قابلة للمغنطة يقسم القرص الصلب إلى مسارات دائرية كما تشاهدون وكل مسار مقسم إلى مجموعة من السكتورز أو القطاعات كما تشاهدون نستطيع تحديد سرعة القرص الصلب بناء على عدد مساراته عدد قطاعاته عدد الرموز التي يمكن تخزينها أو عدد أوجه القرص الصلب مما يميز القرص الصلب التخزين الهائل سرعة وصول بيانات تخزين كل أنواع الملفات والوصول المباشر النوع الثاني محركات القراص المغنطة الفلوبيدسك طبعاً تستخدم لكتابة وقراءة البيانات وهي وسيلة لتخزين طبعاً ما يعيب أنه سرعة العطب والتلف للبيانات نتكلم في الوقت الحاضر ندر استخدامها وقل ولم يعد استخدامها موجود زي ما ذكرنا يعيبها سعتها التخزينية القليلة وإمكانية التلف يوجد بعض الأحجام منها من أمثلتها 5.25 إنش و3.5 إنش نوع الثالث محرك القراصة الليزرية والسيدي روم درايف يستخدم لكتابة البيانات الموجودة وهو أكبر سعة من الفلوبيدسك ويميزه السعة التخزينية العالية نتحدث قرابة 700 ميجا بايت يستطيع التخزين عليها لها العديد من النواع من ضمنها الـ CDR أي للكتابة مرة وواحدة فقط الـ CDRW الكتابة والقراءة أكثر من مرة طبعا هنا نشير عن وجود الـ DVD والـ DVD يسمح لي بتخزين نسبة عالية من البيانات تتجاوز الـ CDROM أو الـ CD درايف وما يميزك كذلك الأحجام الكبيرة نوع الرابع ذاكرة الفلاش ممري تمتاز طبعا بالسعة التخزينية سهولة الحمل قدرتها على التحمل صغر الحجم وكذلك سعرها الملائم ألتقيكم في الدرس الأخير للوحدة الثالثة وشكرا لكم